عائدة من حلب المنكوبة طائرة الإنسانية تحط بعد ثمانية أيام كانت الدقائق فيها والساعات طويلة أليمة تحت الركام فبمعول الأمل الذي بقي معلقا على أكتافهم عكف أفراد الهلال الأحمر الجزائرية رفقة الحماية المدنية على التخفيف من حدة معاناة المنكوبين مآس ترويها أعين رشيد الشهدة على مخلفات زلزال أبا السكون ضحايا حية بعد حنا ندير من الإسعافات الأولية مع الحماية المدنية توجور وفي الأيام الأخيرة بعد أربع يام ولا خمس أيام كنا انتشال الجثث صعب في موقف تراقينا مع واحد هو حي ومزال مرتو وزوج من التعوف تحت الركام صور التآخي والعناق بعد الرجوع إلى حضن الوطن الدافئ تعكس اللحظات الصعبة التي تقاسمها أفراد بعتة الإغاثة مع السوريين أحمد وبلال رفيقاني كان بينهما وبين الموت سنتيمترات معدودات دخلنا تحت الأرض كان الماء لحقنا نحتل صدرنا باش نخرجوا طفلها صغيرة لتمك والحمد لله أنا وزامي التاعي قعدنا نتصابروا مبيناتنا بللي ما رح يصرن نواله بإذن الله وخرجنا هولا تسالي ما غاني ما الماليها تجربة جاست شوية صعبة لعش كانت الحالة جيد صعبة ما من الطقس كانت برت بزاف شي كما هنا والحمد لله جاوزنا المهمة كما كانت ومجلست بخير إن شاء الله عزيمة أبت السكون رغم خطورة المهمة وهي ليست بالجديدة على هؤلاء الأشاوس الذين رفعوا الرأس بعملهم الإنسانية وجهودهم التي لم تتوقف طيلة مدة المهمة ترجمة نانسي قنقر